نعم هي مثل ما أعلن قبل قليل سيد مدرب المتخب الوطني سيد كاساس أنه يوم الثمانية راح يبدأ الموعد الرسمي ليبدأ التدريبات المتخب الوطني تحضير المباراتين الأردن والسلطنة وأعتقد أنه قبل يمكن الجولة السابعة راح تنطلق بمجلتين يعني راح تنطلق عدم خوضه من فريقي الشرطة والجوية نظراً بالتزامهم هناك فسحة من الوقت نظر الاتحاق اللاعبين يعني الجميع تعترف أنه مباراتين المنتخبة أمام الأردن ومام سلطنة الحمان مبارات مهمة جدين مباراتين وينبغي تحضيرها بشكل مبكر من أجل تحصيل النقاط إن شاء الله والذهاب عيداً بالمنافسة على أحد البطاقتين لذلك أعتقد أنه الموعد المقرر ليقاف عجلة الدوري هو ما بعد الجولة السابعة يعني فقط الجولة السابعة يعني صارت انتقادات تسمعت أستاذ حسينة وقرأت بأنه رجعنا النفس المربع صارت تأجيلات لكن أنا أقول بالتالي إحنا اليوم ما أجلنا الجولة بالكامل أجلنا مبارات الشرطة والمبارات القوات الجولة يعني أنا أعتبر أمر طبيعي يعني من يرى بعين واحدة لا بد أن يذهب باتجاه هذا الأمر للأسف الشديد ربما هي المرة الأولى التي منذ موسمين تتأجل مباراتين على غرار المواصم السابقة فقط يعني كان هناك كثير من التأجيلات لكن لم يشرح أحد الان